اشتركوا في القناة انت ترى كثير من توربينات الرياح في الدول كثيرة الرياح مثل انجلترا انا اعتقد ان السيارات الكهربائية سوف تساعد في تقليل التلوث في الرياح المستقبل عمي ساعدنا في ان نركب الغسالة الجديدة هذا الصباح نحن يجب ان نستخدم الواح طاقة شمسية على المباني في الدول المشمسة مثل مصر الصحراء تكون بيئة صعبة في ان تعيش فيها المرطوعون يعملون على مشروع محافظة البيئة لكي ينقذوا السلاحف المصرية كثير من الحيوانات تعيش في غابات اشجار المانجروف بقوار البحر الاشجار المانجروف ليها الاشجار اللي هي بتكون ساحلية ديما على اطراف الشواطئ نيجي هنا بتقول الفلاتر تكون ادوات تأخذ او تخرج الاشياء من السوائل مثل الماء الموقع يكون مكان او موقع لمنطقة معينة من الارض نيجي هنا البكتيريا تكون كبيرة البكتيريا تكون كائنات دقيقة التي تكون في كل مكان ولكنها صغيرة جدا في ان تراها ويمكنها ان تجعلك مريضا نحن لدينا نظام لاعارة التدوير في منزلنا نحن نضع الزجاجات القديمة في صندوق ثم نأخذهم الى سلة اعارة التدوير مرة في الاسبوع أنا لا احب السيارات القديمة لانها تسبب كثيرا من التلوث مونة نسيت قلمها اليوم لذلك انا سوف اعيرها قلمي طبعا مش بكتب قلمي مرة ثانية واعوض عنها بحاجة اسمها ضمير الملكية الطلاب سوف يبلون بشكل جيد في امتحاناتهم الشجرة سوف تسقط أبناء عمي سوف يصلون في وقت الغداء غدا الساعة العشرة صباحا there is going to be a storm سوف يكون هناك عاصفة لو أن يوجد هناك there is لا there is going to be يعني سوف يكون هناك عاصفة فوزي isn't going to work next week because he has a holiday فوزي لن يعمل الأسبوع القادم لأنه لديه أجازة lara is playing tennis at four o'clock tomorrow lara سوف تلعب التنس في الساعة الرابعة غدا at the moment في هذه اللحظة we are staying in a small hotel near the lake في هذه اللحظة نحن جالسون في فندق صغير بالقرب من البحيرة he isn't going to catch the bus هو لن يلحق بالأوتوبيس the teacher is going to be angry المعلم سوف يكون غاضب they are going to do extra homework tonight هم سوف يقومون بواقب إضافي الليلة is the snow going to melt هل الجليد سوف يذوب there is going to be a drought سوف يكون هناك جفاف the students aren't going to understand the lesson الطلاب لن يفهموا الدرس وبكده نكون خلصنا التمرين الخاصة بالقواعد والكلمات ال11 أتمنى يا رب بالفيديو يكون عقبكم لو عقبك ما تنساش تعمل لايك وتشيروا عشان غيرك يستفيد نشوفكم مرقع لخير كما معكم عبد الرحمن عوض وبقناة motive to learn ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر